السلام عليكم و مرحبا بكم ان شاء الله كامل تكونوا بخير و بصحة جيدة صباح النور و صباح الورد على احلى مشتركات بالنسبة لنهار اليوم بديت لكم الفيديو بهاد اللقطات من البحر بدأت خطرهم مزافة و خرجتهم غير البحر بالنسبة لهد الفيديو للامانة صورتها عندي اكثر تقريبا من 6 ايام يعني تقريبا هكذا الأسبوع قبل ما تبدأ الحالة تتقزم هكذا ذلك خطرهم قلت بديهم هكذا الافلاج يضطروا دورة شوية خفيفة ينحوا برك دكت الخاتم و قلتوش عليها نصور لكم بشتنحوا الغمة احدين ثومة احنا البحر مش بعيد علينا بزف نروحوا برك على رجلنا و مع هذا قدرنا كم الاحتياطات قلت معي ديزين فقط و كنت نعقم لهم يعني كل ما نحس بليتوشة و كش هذا مع انه ملقي نحدة واحد زعمة في طريق الجو كان بارد كانت شمس طالعة بصح المسمة البحر كانت بزف باردة ما طولنا بزف خليتهم لعبوها مع الشط حوالي نصف ساعة و جينا طالعين قلت نصور لكم هذا اللقطة تباك تنحوش لي الغمة خليت دراري لعبوه نحوش لي على خطرهم نحوه هذه الغمة طلعنا نصف بعد من نصف قلت لكم مطلنا بزف طلعنا حوالي نصف ساعة و هنا حبيت نشارك معكم طريقة تعمل يدير بها خبز الشعير يجيب زف خفيف وبنين و يشبع يعني يتاكلوا غير ام وخصو تشبعوا شوفو درت هنا ثلث كيلات تاع الفارينة و كيلة تاع الشعير كيلة بهذا البول كبير بالنسبة لها اليوم دارت كمية كبيرة يعني تقدروا تتصدقوا بالخبز كيديروا كمية كبيرة تتصدقوا يعني بأي حاجة خاصة في هذه الفترة ليما ما يقدرش يتصدق بالدرعهم يقدر يتصدق بأي حاجة يلو كان الخبز هنا راح أدير معاها خميرات على الخبز بيانسور ودير كميات على الملح على حسب الزوق ما تديرش فيه كامل السكر ويخرج خفيف ويجي هايل والمكون رئيسي تديرلو زيت زيتون مش الزيت وهنا شوفوا نصف فنجال برك صغير فهذا الكمية كامل يعني توما لدرتوا كمية صغيرة تديرو غير ملعقة ولا زوج ملعق وعندي المدافي حطيتو هنا بجه والمكون الرئيسي في هذا الخبز هي الخميرة تعدار بالنسبة لخميرة تعدار يما كل ما تعجن تنحي كونتيتي صغيرة تعلاجين تحطها في هذا العلبة صغيرة تغطيها وديرها في الثلاجة غدوة من ذكي جريحة تعجن تلقاها كما كنتو فوهاكا خمرات ودارة الديبول رح تخلطها معلاجينة تعطي واحدة ذوق هايل للخبز تاعي بالنسبة هنا يما رحي بدت تخلط اولا خلطت مليح الكميات على الفارينة مع الشعير ومبات حت تطفقهم الخميرة انا درت لها الخميرة خميرة الخبز بالنسبة لنتو ما تديرو على حسب الكمية اللي درتوها هنا كما قلت لكم احنا درناها كمية كبيرة خلطت مليح النواشف ومبعد درتهم دوكوتي هاكا كما كم تشوفوا وحطت الملح وحطت معاها الكميات على الزيت والكميات على الخميرة تعددار اللي قد لكم عليها هاد الخميرة كانوا ديروها ناس الزمان تعطي واحد الذوق شوية واحد الذوق هاكا كشغل حامض للخبز بصح خفيف ما يجيش زعم قاطع بزاف فالا وتحط المدافي مباشرة على هذيك الخميرة وتبدأ تحلها هاكا غير بالعقل وتجمع العجينة لازم العجينة تكون في غيمة طرية هنا تجمع العجينة وتحاول يعني تلم كامل العجينة تاحا وتجي الطريب بزاف شوفوا يعني الطراوة يجي الطريب بزاف متى عجنو ما ولو تلمو غير هكذا وتغطيه وتخليه يخمر هنا بعد ما رياح حوالي عشرين دقيقة تحطوه في مكان دافئ تبدأ وتلقى واحكا شوية بداي يخمر فهذا المرحلة تضيف له كمية مليحة تعلمة وتبقى تخبط فيه كي ما راكم تشوف تبقى وتضيفه في الماء وتعجنو متخافوش كامل هاد العجينة يعني لازم تجي خفيفة وطرية بزاف كي ما كون تشوفو هنا الكمية راهي اللهي بارك كبيرة بصاح انتوما اذا درتوا كمية صغيرة راحين تتحكموا فيها وجيكم بزاف سهلا شوفوا كيفاش تخبطها هكا بيدها بعد تضغط عليها غير باليد وتبقى تضيف في الماء وتعجن ضيف في الماء وتعجن حتى تحصلوا على العجينة تكون في غيمة طرية وتعجنة ملح هنا يما را هي تعجن وتضيف في الماء حتى تحس انو العجينتها خفيفة بزاف فيلتها فهذا المرحلة تعود تغطيها وتخليها تخمر للمرة الثانية بعد ما عودت خمرت العجينة تاعي ملح هنا دارت لها كمية ملحة على الزرارة بالنسبة الزرارة اللي تديرهم يما تدير خالي تتاع سانوج وحبة الحلاوة وزريعة البسباس يجي الخبز تحف بغيما بزاف بينين وتدير له كمية لبس بيها تاع الزرارة كي ما راكم تشوفوا تدير والدخل الملح تحاول تدخل هذوك الزرارة كامل في العجينة تاعك بالنسبة للعجينة كل ما خلطوها هكا وخليتوها تزيد تريح يعني كل ما كانت النتيجة افضل يعني تحاولوا تديروا هاد العملية زوج اخترت ولاثيث اخترت حتى الربعة يعني تكون النتيجة احسن هنا بعد ما دارت الزرارة عاودنا غطينا وخلينا هيريح الملح كي ما كم تشوفوا في كل مرة بضيف له كمية علماء يعني لازم يجي جاري هاد العجين لازم يجي بزاف خفيف بشي جيكم الخبز الطريق وخفيف وهنا بعد ما ريحت ملح العجينة عاودتي ما نحت لها كامل لغاز دي غازتها هكبية وغطتها وعود خلتها تخمر للمرة الاخيرة وهنا في الجهة وحد اخران نديروا اللوبيا اليوم راح شوية البرد يعني نهارتها اللوبيا وهذه الطريقة هي السرع طريقة طيبة بها اللوبيا شوفوا هنا في قدرة حطيت ثوم وحطيت توابل اللي هي شوية تاع الكوركم مشي بزاف بشي يعطينا الزوق شوية تاع فلفل اكري وطماطم تاع العلب وشوية تاع فلفل اكحل درت الزيت وقليت مليح وفي قدرة واحد اخرى كنت حطيت اللوبيا طيب غير هي والماء ودرت لها كمية صغيرة تاع الكوركم يعني بشي يعطي لي ذوق للوبيا تاعي وايضا الفوائد الصحية تاعه وانا الكوركم صراحة انا نضيفه تقريبا في كل الاطباق شوفوا هنا اللوبيا ببرك في الماء تخليوها طيب وشوية كوركم مشي بزاف ومباد بعد ما تتقلم مليحة الدرسة نفرغ اللوبيا تاعي مباشرة بيها بالمتاحة اللوبيا نكون بعد ما نفقتها بينسوها تلتهم مليح وحطيتها تغلي بالنسبة للوبيا اذا طيبتوها هكا بيها بالمتاحة تجي بزاف بنينا تعطي ذوق احسن خير من اللي طيبوا الماء وحده يعني اللوبيا طيبوها وحدها وتمرقوها بماء واحد اخر نخلط مليح وفي هاد المرحلة ممكن تضيفو وريقة رند ولا وريقة زيت را يعني انتو ماء والذوق تاعكم كيفاش حبيتو تنسمو هاد اللوبيا انا نخلطها مليح وندير لها هاد الفلفل الحار هاد القرونة تاع فلفل يابس حار هدا يعني ميجيش حار بزاف الذوق تاعو بصح يطلق يطلق واحد اللي بنا هايلا في اللوبيا تاعي انا نغطيها ونخليها تغلي وتتجمر مليح هنا بعد ما غلت مليح اللوبيا تاعي شوفو كيفاش عقدت توجد ثقيلة و جي بزاف بنينا وهاد طريقة سهلة بزاف يعني تديروا فيها اللوبيا في وقت بزاف قصير خاصة اذا درتوا اللوبيا هاكا طابت وحدها فلاكوكوت وانتو ما حضرتوا هاد الدرسة فيت فيت يعني توجدوها في حوالي نصف ساعات كون عندكم اللوبيا واجضة هنا بعد ما تجمرت مليح نخليها على نار هادية ونخليها تتجمر مليح كل واحد كيفاش يحب كينلي يحب يخليها لها سوس بزاف وكينلي يحب يخليها تتجمر مليح يعني ما يخليش فيها بزاف المرقة هنا طفيت عليها وفي الاخير نضيف لها كمية مليحة كمون واللوبيا تكون واجضة وهنا كما كنتو فو بدتي ما تقرس في الخبز هنا هذي الخبزة الاولى تقدروا طيبه في الطاجين كما تقدروا طيبه في الكوشة هنا الخبز تعشير احنا نفضله في الفرن يعني الفرن راه يسخن لازم الفرن يسخن مليح وتقرسوا الخبزات كما تتحمر ويجي شكلتها بزاف ويجي شكلتها بزاف ودخلتها مباشرة للفرن ودخلتها مباشرة للفرن وبعد ما خرجتها وهو الشكلتها شوفوا كيفش تتحمر ويجي شكلتها بزاف والريحة راهي دايرا حالة ريحت الشعير يجي هاد الخبز ما شاء الله هنا نقسم لكم بركة بش شكلتها من الداخل شوفوا الخبز يجي اللون وغامق من الداخل ويجي في هادوك الثقوب يجي بزاف خفيف وبنين وكيما قلت لكم جزت ام وخصوم انه يشبع تاكلوا غير شوية يشبع مشي كما الخبز الابيض اللي ناكلوا منه بزاف يعني باش يشبعنا شوفوا القوام تاعو وشوفوا الشكل تاعو من الداخل وهنا قسمته وقربته لكم بش شوفوا الشكل تاعو مليح من الداخل نقول لكم حبيباتي شاهدكم في الجنة ونتمنى تجربوا هذا النوع تاع الخبز اذا كان عندكم شعير ولا القمح تقدرو ديروه بنفس الطريقة وهنا حبيت ندير كتحلية صلاطة للفواكه صراحة كانوا عندنا حبات تفاح صامت يعني ما حبوش ياكلوهم عذاك تفاح صغير مجاش حلو بالزب قلت نخلطوه مع الفواكه والعاصير هكا صلاطة اكيد رايح ينتكل ومحش يروح هكا خسارة بس كوب بدايتوش هكا ويفسد هنا قطعت شوية فراولة وقطعت ايضا هذك تفاح يعني الكمية الغالبة هنا في لاصالة دو فوي هي تفاح هذك الصغير كامل ودرت معاهم كيما قلت لكم الفراولة البانان وكمية تاع فاكهات البابايا اللي كنت شاركتها معكم في الفيديو السابق وكامل اللي عجبتكم موسكسيتوني عليها هي بابا نغرسها غير هكا صدفة نغرس بوذور كانت جابتهم عمتي من الخارج يعني من الانجلوتاق بصح يعني جرب هي فاكهة استوائية بصح جرب يعني غرسها عدنا في شغلها ونجحت معا نخلط كامل هذي الفواكه درت كمية مليحة تاع عصير البرتقال وبينسوا غزت شوية سكر بس كيما قلت لكم هذك تفاح شوية صامت وانا السلاطة الفواكه نديلها كمية مليحة تاع المزهر هنا في هذي الكمية درت حوالي نصف كاس صغير تاع المزهر خلطها مليح وخليتها تطلق نكهاتها كما بعضها جيف غيمة بزاف بنينا هذي السلاطة وبهذا حبيباتي نكونوا وصلنا لنهاية الفيديو ان شاء الله تكون عجبتكم وتكونوا استافدتوا منها يلو كان حاجة صغيرة برك نقول لبنات كامل لي مراهم شي لحقوهم لي فيديو تاعين نقول لهم عودوا ديز ابوني وديروا ابوني وفعلوا الجارس لازم تفعلوا الجارس بيش توصلكم الفيديوهات المقبلة بيحولي له نقول لكم في الاخر سنوني في فيديو مقبل شجعوني بلايكاتكم وخليولي تعليقاتكم نحبكم بزاف وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته